إذن مشاهدين نسب المشاركة هذه التي سنوفيكم بها هي ومصدرها عدد من مرسلين في ولاية الوطن وهذه نسب إلى غاية الساعة الواحدة زوالا البداية من ولاية تعين تيموشنت حيث بلغت فيها نسبة المشاركة 15.88% ولاية وهران نسبة المشاركة فيها إلى غاية ساعة الواحدة زوالا بلغت 16.44% إلى ولاية جيجل الآن حيث بلغت فيها نسبة المشاركة في حدود ساعة الواحدة زوالا ب10.63% ولاية بطنة بلغت فيها نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية إلى غاية ساعة الواحدة زوالا 14.14% ولاية أم البواقي من جهتها قدرت نسبة المشاركة فيها بـ 12.22% تمن رأسة قدرت فيها نسبة المشاركة بـ 23.82% ولاية تيزيوزو بلغت فيها نسبة المشاركة في تشريعية الرابع ماي بـ 7.37% ولاية المدية بلغت فيها نسبة المشاركة 16.63% ولاية تيارت 17.02% إلى ولاية بيجاية الآن والتي سجلت فيها نسبة المشاركة بـ 8.24% إلى ولاية تيسمسيلت الآن قدرت نسبة المشاركة فيها إلى غاية ساعة الواحدة زوالا بـ 27.80% ولاية سكيكدا سجلت فيها نسبة مشاركة قدرت بـ 13.98% ولاية عنابة سجلت فيها نسبة مشاركة بـ 16.19% ولاية سعيدة الآن والتي قدرت نسبة المشاركة فيها إلى غاية ساعة الواحدة زوالا بـ 16.66% ولاية غردايا سجلت فيها نسبة مشاركة قدرت بـ 17.71% ولاية الطارف قدرت نسبة المشاركة فيها إلى غاية ساعة الواحدة زوالا بـ 14.83% ولاية السطيف من جهتها قدرت نسبة المشاركة فيها إلى غاية الواحدة زوالا بـ 11.29% ولاية الدرار بـ 22.34% إلى ولاية المسيلة الآن التي سجلت نسبة مشاركة بـ 15.20% ولاية البويرة بـ 9.33% إلى ولاية ميلة الآن التي قدرت فيها نسبة المشاركة بـ 10.58% ولاية تلمسان في حدود الساعة الواحدة زوالا دائما حسب شبكة مرسلينة بلغت فيها نسبة المشاركة 14.14% ولاية مستغانة من جهتها سجلت نسبة مشاركة بـ 16.09% ولاية تندوف بـ 32.07% في حدود الساعة الواحدة زوالا ولاية البيض الآن سجلت نسبة مشاركة بـ 19.78% وولاية بسكرة الآن بـ 15.09% إلى ولاية النعام الآن في حدود الساعة الواحدة زوالا سجلت بها نسبة مشاركة بـ 20.35% إلى ولاية تبسة الآن حيث سجلت بها نسبة مشاركة بـ 13.76% من تبسة إلى ولاية برج بوريريج بـ 12.88% هذه هي نسبة مشاركة في هذه الولاية أما ولاية سيدي بالعباس فقد سجلت فيها في حوالي ساعة الواحدة زوالا نسبة مشاركة بـ 14.17% ونختم بولاية معسكر التي قدرت فيها نسبة المشاركة دائما في حدود الساعة الواحدة زوالا بـ 17.18% إذن مشاهدين قبل أن تردنا النسب الرسمية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعيد وأذكر بأن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في حدود الساعة العاشرة صباحا قدرت بـ 4.13% في انتظار أن توافين وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأرقام رسمية حول المشاركة على المستوى الوطني نعم محمد كانت هذه نسبة المستشرة في حدود الساعة العاشرة مرسلون في عدد من ولاية الوطن نعم محمد بسكنت هذه الأرقام التي وفتنا بها أو النسبة التي وفتنا بها وزارة الداخلية في حدود ساعة العاشرة لكن قدمتم في صبيحة نسبة المشاركة بعدد من الولايات في حدود ساعة العاشرة والآن قدمتم في حدود ساعة الواحدة يعني كان في اتفاع في نسبة المشاركة مقارنة بصبيحة محمد هناك ارتفاع ولو نسبي ببعض الولايات الداخلية لكن ربما تبقى النسب ضئيلة على مستوى بعض الولايات الشمالية للوطن سواء الشرقية الوسطى وكذلك الغربية ربما عدد من المواطنين والناخبين سيتوجهون إلى مراكز الانتخاب بعد زوال اليوم ونعيد ونذكر بأن نسبة المشاركة في سنة 2012 قدرت بحوالي 44% ربما الساعات القليلة القادمة سنرى إن سترتفع نسبة المشاركة سترتفع محمد في تشريريات 2017 ومنه سنرى ربما تركيبة جديدة للغرفة السفلة للبرلمان ونذكر كذلك مشاهدين أن الإعلان عن النتائج الرسمية سيكون غدا إن شاء الله الجمعة في حدود ساعتها الحدي عشر صباحا اشتركوا في القناة